أحكام غيابية وعبث بالقانون والقضاء تمارسه ميليشيا الحوثي تضمنت أحكام إعدام للأفراد ونهب للامتلكات ومصادرة للحقوق مؤخراً أصدرت الميليشيا حكماً غيابياً جديداً بإعدام عشرة العسكريين الذين اتهامتهم بالخيانة وإعانة العدو حد وصفها الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة لميليشيا الحوثي في صنعاء نص على الإعدام تعزيراً لثلاثين فرداً من قيادات القوات الموالية للحكومة الشرعية حيث شملت العقوبات طردهم من الخدمة العسكرية ومصادرة كافة أموالهم الثابتة والمنقولة داخل اليمن أو خارجه ليست المرة الأولى التي تقضي فيها محاكم تابعة لميليشيا الحوثي بإعدام قيادات عسكرية وسياسية وبرلمانية موالية لشرعية حيث سبق لها إصدار مئات الأحكام الحكومة الشرعية أوضحت في وقت سابق أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الحوثية غير قانونية ولا يعتد بها نظراً لنقل مقر مجلس القضاء الأعلى من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن ميليشيا الحوثي من بسطرتها على صنعاء صادرت ونهبت ممتلكات آلاف اليمنيين جاعلة من القضاء مشارعناً لعمليات النهب والأعدام الخاصة بها بيان المشترك صدر في وقت سابق للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات أدان تحويل ميليشيا الحوثي المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية وذلك لتصفية الحسابة مع خصومها سياسيين وقمع المدنيين